لما حد يتكلم في الإعلام ويقول لي كرتونة البيض زيتة عشر جنيه انت بتساعد في المسار والله عال هي حصلت البيضة تتباع بخمسة جنيه طب ما نموت الناس احسن بقى ونقولهم انتو ولا هتاكلوا ولا هتشربوا هنا خلاص ده كلام الرئيس السيسي للمسؤولين لما عرف ان كرتونة البيض وصلت لمية وثلاثين جنيه وقعد وحسبها وقال لهم يعني البيضة تقف على المواطن بحوالي خمسة جنيه الظاهر كده ان جشع التجار وعدم الرقابة عليهم هيفتح عليهم طاقة جهنم والرئيس بنفسه بقى هو اللي بيتابع الاسعار كل يوم بعد ما وصلته تقارير عن اسعار البصل والطماطم وعرفوا اتأكد بنفسه ان الاسعار مبالغ فيها زيادة عن اللزوم طلب تقارير عن السلع الاساسية كلها وهيفضل على دماغ المسؤولين عن الاسعار اللي مش مفهومة دي وبعد ما موضوع البصل شبهة حل والدولة اصدرت قرار بوقف تصديره مؤقتا لحد ما المشكلة تتحل وسعره يتضبط دخلنا في قصة تانية وهي البيض البيض سعره كل يوم في العالي ومحدش واخد باله من قفزة الاسعار اللي حصلت فيه ولما الرئيس شاف سعره الرسمي اللي موجود حاليا كان ثاير وغضبان جدا وقال ان بالشكل ده الناس مش هتستحمل هو ليه كل الحاجات الاساسية بتغلوها على الناس بالشكل ده وكمل كلامه ان في حاجات معروف انها غالية واسعارها زادت الفترة دي لكن مش لدرجة البصل والبيض والقلبان يعني مفهوم اللحمة تبقى غالية ماشي طب من رخص اللبن شوية الفراخ سعرها بيعلى برضو ماشي من قلل سعر البيض شوية الرئيس قال المواطن اللي مش هيقدر يشتري بروتين زي اللحوم على الاقل نوفر له البروتين من البيض وانه يقدر يشتريه ويشتري خضار بسعر مناسب ونوفر له اللبن كمان بسعر كويس غضب الرئيس طال جميع المسؤولين من الاسعار دي وقال انه مش هيسكت ولا هيبطل يطلب تقارير عن الاسعار وقال كمان ما تفتكروش انه كام يوم وهذه او هطنش انتو ايامكم معايا طويلة وانا وانتو والزمن طويل والحد ما المهزلة دي تنتهي انا اللي هجيب حق الناس وبالفعل المسؤولين عن الملف ده بدأوا يتحركوا ويعملوا حملات على المزارع علشان ازمة البيض تتحل وتكون متوفرة للمواطن البسيط بسعر مناسب من غير استغلال ولا جشع والتقارير تانية طلبها الرئيس عن اسعار بعض السلع الاساسية الموجودة في الاسواء والمتوقع ان انفراجة الاسعار في الايام اللي جاية مش هتبقى يومين تلاتة وترجع تاني لان الرئيس قرر كمان انه هيشكل لجنة لمتابعة الاسعار اول باول وهيتم رفع تقرير للرئيس اسبوعيا الرئيس كمان طلب انه عايز يشوف الاسعار كل فترة بتنزل مش بتطلع وان الاسعار لو زادت كده يبقى فيه مشكلة وهيضطر يتدخل بنفسه ووقتها مش هيتهاون في محاسبة المتسبب في زيادة الاسعار